من السلاسة على وزن فعلة وإذا كان المصدر منتهيا بتاقي تأنيس فعلينا أن نأتي بصفة بس ما تكونش كلمة واحد أو ييجي وراها مضاف إليه فقعدة أحدهم تقبل هدوء حطيلي خط تحت كلمة فقعدة دعني أتسرع كما يتسرع بعض الطلاب يا دكتور رضا هقول قعدة اسم مجرور بفي وعلمة الجر الكسر أولا دي فا وليس فيه نعم يبقى أنا أجابت خطأ وعمر الفا ما كانت حرف جر على الإطلاق تمام الفا إما أن تأتي استئنافية أو عطف تمام وهنا أتت استئنافية يعني بداية جملة جديدة ببدأ كلام جديد ومن ثم أصبحت كلمة قعدة مبتدأ ومرفوع على مترفيه الضم وأحدهم طبعا مضاف إليه عشان معرفة بالإضافة للضمير تمام يبقى مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسر عشان أخذ الدرجة كاملة أقول هم ضمير مبنى في محل جر المضاف إليه طب دكتور رضا أنا شايف أن كلمة تأبة فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة والفعل ضمير مستتر تقديره هي عايد على كلمة قعدة أنا لو اكتفيت بكده أخذ الدرجة ولا أقول لازم أقول تأبة جملة فعلية من الفعل والفعل المستتر في محل رفع خبر المبتدأ ألزمت نفسك ما لا يسألزمه على الإطلاق نعم دايما في الامتحان خلي إجابتك على قد السؤال هو بقول لي اعرب كلمة تأبة خلاص عرب تأبة ومش هدخل في أي تفاصيل تانية فعلا مضارع مرفوع لم يسبقه تتنصبه ونجزمه طبعا على مترفيه الضم المقدر نعم كلمة الهدوء كده اللي بتسرع ويقول لي دي ما عرفها بعد ناكرة يبقى مضاف إليه تأبة الهدوء يقول لي تأبة اسم هو بيقول تأبة اسم هقول لي حطلها ألف ولام تأبل ألف ولام ما تقبلش خلاص ما تبقىش اسم تأبة الهدوء أنا أقول للهدوء فاعل وأصبحت الإجابة خطأ تمام عايزة الإجابة الصخيحة الإجابة الصخيحة أن الهدوء مفروض لأننا الإعراب فرع المعنى أنا كنت عايزة أسمع عن جملة دا الإعراب فرع المعنى الإعراب مرتبط بالمعنى وإنت بتعلم الكلمة أنت أقعد حاول نفسك يقول لي إيه والطالب يفهم الدرس طبعا دي سالة بالنسبة لهم يعني بس بقيس عليها يعني فقول لي الطالب يفهم من اللي يفهم الطالب يبقى الدرس ما فقول به تأبة الهدوء من اللي تأبة القعدة يبقى الهدوء ما فقول به منصور على هذا القياس يعني تأبة الهدوء وجلسة الآخر جلسة اسمها من الفعل جالس لأن مصدرها جلوس لا ينتهي بتاء تأنيس فيكون وزن اسم الهيئة على وزن فعل وجلسة الآخر تعبس بمقاعد الفصل لما يقول لي يا دكتور رضا استخرج جملة في محل رفع مع التعليل أقول جملة تأبة وجملة تعبس في محل رفع خبر المبتدأ جلسة الآخر تعبس بمقاعد الفصل وجدرانه طبعا حكم تأنيس الفعل في تأبة أو تعبس دواجب عشان الفاعل ضمير مستتر تعبس بمقاعده طبعا مش يسألني بقى على ايه على الممنوع من الصرف ويقول لي مقاعد عشان صغيرة منتاج جموع ألغي الممنوع من الصرف كما ألغي المناد الفصل مضاف اليه وجدرانه معطوف بمقاعد الفصل بمقاعد وجدران يبقى معطوف على كلمة مقاعد جدران دي معطوف على كلمة مقاعد مجرور وعلامة الجر الكسرة والهاء دعني أخطئ دكتور رضا هقول ضمير مبنى في محل نصب مفعول به اللي هي في كلمة اللي في كلمة جدران طبعا جدران اسم والاسم إذا اتصل بي ضمير أصبح الضمير مبنى في محل جر مضاف يعني لما يقول لي طلع ضمير في محل جر أدور على الهاء والياء والكاف ويناء في محل في محل جر شوف في محل جر أنا أنا بأظن إنه لما يقول لي استخرج ضميرا في محل جر رأيي عن الشخص يعني السؤال دك يدول الطالب هو إمتى الضمير يكون في محل جر لما يبقى بعد حرف الجر أو بعد الاسم في ثلاث حالات نعم في ثلاث حالات أي اسم يتصل به ضمير يبقى في محل جر مضاف له فهنمسك كلمة كتاب دي اسم ولا فعل اسم فلما قلت كتابي يبقى ليأ في محل جر مضاف له اتصلت باسم لما قلت كتابك الكاف في محل جر مضاف له اتصلت باسم كتابنا أنا كتابهم كتابكم طب ايه كمان? انا في محل جر مضافل ايه? الحالة التانية ودي يعني انا بأكد عليها للطلاب. الضمير المتصل بظرف في محل جر مضافل ايه? نعم. لما اقول بينهم. ما لبعد ظرف مضافل ايه? احنا هي دخلة في دائرة الاسم برضو يا دكتور ريلا. تمام لان الظرف يعمل على نوع اس. نعم. نعم. طيب لما جيب حرف جر ما يتصل بحرف اولا بعد حرف جر يعرف ايه? اسم مجرور. يبال ما اقول منه. يبال ها في محل جر اسم مجرور. تمام. منها في محل جر اسم مجرور. فادر يا دكتور. اه وسالس يلقي بنفاياته في ساحة جلوسه غير عابئ. سالس يلقي غير عابئ. الكلمة اللي بعد غير اعرفها ايه يا دكتور رضا? ايه كلمة بعد غير وسواء مضافل ايه. نعم. وكلهم يناصب افنية المدرسة وحدائقها العداء. يناصب. اه دي فيها احاء بالمفعولية الثانية. التعدل المفعولية الثانية. طمام. يناصب هو افنية المدرسة العداء. يبقى العداء مفعول به ثان. طمام. اه يناصب افنية المدرسة وحدائقها العداء. وكأنه لم يستفد. استخرج خبرا لحرف ناسخ. وازكر محله الاعبار. اول حاجة لما يقول لي خبر لحرف ناسخ. احدد ايه? الحرف الناسخ. اه. هو ليها وسطنا للخبر. ان الطالبة مجتهد. ما تدورش على مجتهد. دور على انه. وبعدين حدد اسمها وبعدين هتخبرها. في بعض الطلاب يا دكتور رضا يقول لك كأنه ولكنه عشان فيهم كاف بتبقى من اخواتك انا. ليه ما هكأبنا الهمزة من فوق. تمام. اه. وبعدين هو حافظ. انا انا كأنه لكن لا يتلعلى. يعني العملية سهلة. بس ما يصعبش على ناسخ. شوف الدكتور وقال له هنا كأنه لم يستفد. الهاق ضمر مبني في محل ناسخ باسم كأنه. نعم. ولم يستفد الجملة الفعلية في محل رفع خبر كأنه. نعم. هو بس يعني يعني من باب الشيء بالشيء يذكر. انا عندي افعال ناسخة وحروف ناسخة. اذا اللي استخرق خبرا لحرف ناسخة بلازم إنه او خباتها. نعم. طي، استخرق خبرا لفعلا ناسخة. يبقى كان او اخواتها. كان او ا اخواتها بالدرجة الاولى. نعم. بس انا انا كاذا دا كامل. ممكن انا انا بيكلم عن شخصي. اجيب فعلي من افعال المقاربة والرجاء والشروق. الى هو ممكن ابراخ منا بيحل ما جيبش كان او اخواتها. نعم. اجيب فعلي من افعال لمقربة والرجاء والشروق. هي فعلا ناسخ ايضا. بس في الامتحان دور الاول على كنا واخوتها. يعني لو عندك كنا واخوتها والمقربة والرجاء وشروق. هاتلي من كنا واخوتها. تمام. ما لقيتش هان من افعال مقربة. طب السؤال التالت. استخرق خبرا لناسخ. لك مطلق الحر يا بقى. فعل او اسمك مطلق الحر. يا ان يكان. هذا صحيح. اه وكأنه لم يستفد من مقررات موادها. طبعا موادها مضاف الي لانها معرفة بعد الناكرة. فيا ايها الطلاب حافظه. استخرج فعلا مبنيا. لما جيبت حافظه كفعل امر. بقول اه فعله امر مبني على حذف النون. اقول لانه من الافعال الخمسة يا دكتور رضا. ولا اقول لاتصاله بوهو الجماعة. وهو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. طيب احنا نعمل حاجة صورة دكتور لان انت كده يعني ايه فجرت يا نبيع. يا نبيع البيان. فالاعراب والبناء في الافعال. ما بتكلمش على اسماء دلوقتي. نعم. انا بتكلم عن الافعال هم. اول ما يقول لي فعل معرب. عينك تروح على فعل مضارع بس. لماضي ولا امر. تمام. وبشرط ما يكونش فيه نون التوكيد ولا نون النسوة. تمام. يفهم مرفوع على مطرفها الضم. يعني في القطع عندنا تتعدد. حاضر دكتور. وتأبى وتعبس. حاضر. ويلقي. ويناصب. عند المضارع. المضارع دائما مرفوع منصوب مجزوم هو معرب. تمام. يطلع بقى صحة الاخر زي يفهم. معتل الاخر زي يرقى. افعال خمسة زي يفهمون ما عندش مشكلة. هو ده مرفوع. نعم. ومنصوب ومجزوم حسب الاداة اللي قابله. نعم. ده معرب. امتى المضارع يكون مبني فيه حالتين. اذا تصبت به نون التوكيد المباشرة. والله لا يكتبانا. لا يكتبانا. هل تفهمانا? او اتصلت به نون النسوة. الطالبات. ها اقول ايه? يكتب. تمام. يبنى على الفتح معنون التوكيد. انت قلت حاجة حلوة اه يا دكتور. قلت نون التوكيد المباشرة. اذا لو ما كانتش مباشرة. هندخل في قضية تانية مش مقررة. بالضبط اللي نور عليك. طيب. عند البناء. اما ان يكون فعل ماضي. واما ان يكون فعل امر. الامر سهل. اي فعل امر مبني على ما يغزم به مضارعه. افهم. افهموا على حسف النون. ادعوا على حسف حرف العلة. انا شايف ان الفعل الماضي سهل. انا لو طالب. هاجيبوا بالحرف الاخير. بالسنس كده. من غير ما نكون مذاكر يعني. الله بيقول لي. انا عندنا الحرف الاخير الباق في الفعل كتبا. كتبا الطالب. كتبا الباق احصل عليها فتحة. مبنع الفتحة. طب انا نتكلم عن نفسي. كتب الباق. تو. مبنع السكون اللي هي بتاعت الباق من اجدعوا بالضمير. لاتصالي بتاعت الفاعل. كمان. الطلاب كتبو. لا ده مبنع الضم. اه. يبقى الحرف الاخير شوف انت بتنطوق زيه ومبنع عليه. عشان ما تتوهش نفسك. وما انتوهكش معنا النهاردة والامتحان الربيع. حافظوا على بيئتكم. تجنوا خيره. استغرج فعلا مضارعا جوز ما في جواب الطلب واعرمه. حافظوا على بيئتكم. ايه لا يحصل? تجنوا خيره. يبقى تجنوا مضارع. ترتب على الطلب وهو حافظه. يبقى فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب من نوع الامر وعلامته الجزمي. حزف النون. طب ها. تجنوا خيره. احنا ممكن بس نستاذ ان الاسر البردنج يعرضه الفعله دوت عشان انا عايز اقول حاجة في الفعله دوت. نعم. نعم. الجملة بتاعته بتقول. يا ايها الطلاب. حافظوا على بيئتكم. تجنوا خيرها. هتيجوا قدامنا دلوقتي حالا. ايها الطلاب. حافظوا على بيئتكم. تجنوا. هو تجنوا فعل مضارع مجزوم. بحسف النون. نعم. لانه وقع في جملة جواب الطلب. دكتور محصل لو انا جبت نفس الجملة دية. حافظوا على بيئتكم تجنوا خيرها. وهمت سأل سؤال. قلت اجعل الفعل المجزوم منصوب. حط الفاء واسكت. فاء سببية. نعم. حافظوا على بيئتكم فتجنوا. يبقى منصوب فاء سببية. نعم. يعني السؤال ده مهم قوي. اجعل الفعل المضارع تجنوا منصوبا يبقى اجيب الفاء. فاء سببية. خلاص. ما تقعدش بقى اتغير لي في الدوم لو تجيب لي. طب لو قال لي واعربوا. اعربوا الفاء فاء السببية وتجنوا فعل مضارع منصوب على ما تنصب يحسف النون ايضا. نعم. لكن ما تتواش نفسك وتقول اجيب امن وغير مع مجزوم لا اجيب كاي. لا لا خالص. نعم. انت عندك الفعل المضارع اللي هو مجزوم في جواب الطلب. لو انت حططته الفاء السببية اصبح منصوب. طب منصوب فاء سببية. لو شلت فاء سببية. بعد الامر اصبح مجزوم. بعد الناهية يخد بالك لازم يكون امرا محببا الى النفس. اه بعد الناهية. تمام. ولزلك يا دكتور رضا دعني اخطئ بقى واقول ولا تلوسوها تكيلوا لكم ضرباتها. ده تكيل فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب. انا قلت دعني اخطئ. تمام. فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب من نوع الناهية. وعلامة الجازم السكون. انا مخطئ تماما. تمام. تمام. لان لسه حضرتك يا دكتور رضا ايل للوقتي ان انا لو لقيت المضارع بعد الناهية امر مكروه يبقى مش مجزوم. تمام. واضح لنا هذا الامر. المجزوم في جواب الطلب يا دكتور محسن. هو الطلب عبارة عن ايه? انا لما اطلب من دكتور محسن طلب. لما اطلب من اي انسان طلب. اطلبه ازاي بطريقتين. اما امر او نهل. تمام. افعل لا تفعل. اكتب لا تكتب. اجتهد لا تجتهد. بالنسبة للامر المضارع اللي جاي بعده. هذا مجزوم بلا نقاش. ده لا فيه محبوب ولا فيه مكروه. اجتهد في عملك تنجح. اصل عمرها ما تكون اجتهد في عملك تفشل. فهذا مجزوم في جواب الطلب. طب النهي بقى. انا هجب اقصد جملة يا دكتور. لا تهمل الواجب تنجح. لا تهمل الواجب تندم. طب لا تهمل الواجب. عدم اهمال الواجب يترتب عليه النجاح اه. يبقى تنجح على مجزوم. لا تهمل الواجب تندم هو عدم الاهمال يترتب عليه الندم. لا. اذا كلمة تكيل دكتور رضا. اه عشان كده قلنا ان اذا كان شيئا محبوبا الى النفس فهو اه مجزوم. اذا كان غير محبوبا الى النفس او غير مخبوبا اه يبقى ده فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة. اه يعني نشكره لدكتور رضا كامل هذا العطاء والفيض.